أين بيضاتي؟ كان يوما مشمسا جميلا حين وضعت البطة ثلاث بيضات في العش الذي أحاطته بالقش شعرت البطة بالجوع فذهبت على عجل لتجلب بعض النباتات وتعود وترقد على البيضات جاء المساء وعادت البطة فلم تجد البيضات فبكت ووضعت جناحيها على رأسها وقالت ويلاه أين بيضاتي؟ أين بيضاتي؟ فسمعها نقار الخشب الذي اقترب منها وقال رأيت الثعبان يسرقها ويضعها في حفرة لا تحزني سنعيدها حين يخرج بكرة وفي اليوم التالي ذهب معا إلى جحر الثعبان وظل ينتظران حتى خرج فدخلا وجمع البيض ولاذا بالفرار قالت البطة اختلطت بيضاتي مع البيود الأخرى ولكني سأرقد على كل البيض حتى يفقس مرت أيام وانكسرت بيضة وخرج منها مخلوق عجيب فحدقت البطة في ذهول ونادت على نقار الخشب القريب قالت منقاره يشبه منقاري وأقدامه تشبه أقدامي يهز ذيله كالقندس حين يرقص فما هذا الذي أمامي؟ ضحك نقار الخشب وقال إنه خلد الماء ابقي راقدة على بيضك وسأعيده إلى أمه مرت أيام وانكسرت بيضة أخرى فصرخت البطة آه وقد أصابها منها شوك فقالت ليست بيضتي بلا شك أقبل نقار الخشب فضحك منها وقال إنه قنفذ النمل ابقي راقدة على بيضك وسأعيده إلى أمه مرت أيام أخرى وانكسرت ثلاث بيضات وخرجت ثلاث بطات فرقصت البطة وقالت وجدت بيضاتي وجدت بيضاتي بقيت في العش بيضتان فقالت البطة أأتركهما أم أرقد عليهما قال نقار الخشب أتمي جميلك لعلنا نعيد ما تبقى من الأفراخ إلى أهلها مرت أيام وانكسرت بيضة فخرجت منها سلحفات جميلة فقالت البطات الصغيرات دعينا يا ماما نلعب معها بين النباتات فقالت أمهم بل سنعيدها إلى أمها حتى تفرح بعد حزن على فقدها وبعد أيام أخرى اهتزت البيضة الأخيرة وكانت بالحجم كبيرة انكسرت فخرج منها فرخ تمساح دون توآت فهربت منه جميع البطات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة